عاوز أتكلم على نقطة مهمة جداً عاوز أتكلم عن المدير الفني للنادي الأهلي ميتسو ميتسماني اللي هو المدير الفني للنادي الأهلي الفترة اللي فاتت كان فيه حملة شرسة جداً عليه ما عرفش ليه لغرض معين؟ آه لغرض معين إحنا لما بني نقيس إنت عاوز إيه من المدرب؟ أو المدير الفني؟ إحنا عايزين منه إيه؟ إحنا عايزين منه نتائج طيب نتائج بطولات إنجازات مش كلا الكلام ده ولا ولا إحنا عايزين مدربي عايزين بس كرة جميلة ومش عارف إلعب ويعمل طيب الراجل ده حقق إيه الجواب طبعاً كلكم عارفينه وهو موجود في قيادة النادي الأهلي حقق بامتياز وبقى ناجح بامتياز في أي بطولة بخشها دي بقى ملاش علاقة بالكرة حلوة اللي أقول الكرة هو إيشها إنت عايز إيه 제لنا أنت عاويس بطولات هو النادي الأهلي يوصل لنادي القرن بالكرة الحلوة آه كرة الحلوة مطلوبة بس هو وصل بإيه مهريال المادريد ريال المادريد الأعظم نادي اللي هو قبل النادي الأهلي للوقتي اللي هو ستة عارفين بطولة وإحنا اربعة وعشرين بطولة طب انت عاويس إيه المناسبات الكبيرة كلها بتلاقي بتلاقي بوثمانية في البطولات الكبيرة وعشان كده سوبر في سنة واحدة اتنين سوبر انا ما ببص كده على السيفي انا بقول الراجل ده طب يعني ده لو محصوص مش هيعملها كده وكل ده كلها كل البطولات ده كلها حاجات قرية مش محلية ده غير المحلي طب احنا عايزين ايه انت بتقيسوا المدير الفني بايه مش بنقول المدير الفني بنقيسوا بالبطولات كل بطولة خدها دخل فيه دخل في الجو بتاعها كسبها اماشا الله افريقيا محليا عالميا طب الله طب احنا عاوزين ايه فنهدى شو هي على الراجل وبعد كده اللعيبة كمان اللي يكون في عونهم اللعيبة بتطلع من بطولات ترجع الدور العام تطلع من الدور العام تخش على افريقيا ترجع من افريقيا تخش على الكاز تطلع من الكاز تروع على كاز السوبر الناس دي بش مكان يا جماعة الناس دي ده بشر ربنا عارفوه بالعقل وكل حاجة الصبر حلو فالرجل مدسماني انا بواجه له كل التحية والشكر لاني قدر يحقق حلم جماهير النادي الاهلي ودي حقيقة بيش عاوز كرة حلوة انا عاوز عاوز تتحقق لي بطولات ما هي بتقاسب كده والنادي الاهلي وصل بايه ما فيه فنهدى في لعب كرة حلوة انما في النهاية ايه ولا حاجة اتمنى ان شاء الرحمن ان هارضع اقول لي مدسماني حاول تصلح شوية من بعض الحاجات دي كلها وتلعب كرة حلوة مع النتائج بس النتائج قبل الكرة الحلوة ده اللي انا بطلبه منك يعني اشتركوا في القناة